تتداعى تبعات استقالة عادل عبد المهدي على المحيط الإقليمي المهيمن على القرار السياسي في العراب فمن طهران إلى بيروت يتحرك أقطاب المشروع الإيراني لسد الفراغ الذي خلفته استقالة عبد المهدي بما يتوافق مع المصالح الإيرانية ولا يقع ذلك بطبيعة الحال إلا على شخص من داخل العملية السياسية تحالف الفتح أكد أن اختيار خليفة لعبد المهدي من خارج العملية السياسية أمر مستحيل وعليه فالمباحثات تدور حول شخصيات تتوافق عليها الأحزاب والكتل خصوصا تلك المرتبطة بنظام طهران وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر سياسي القول إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني موجود في بغداد لبحث فرض شخصية يرضاها على ما تسمى قوى العملية السياسية في العراق وترشيحها لخلافة عبد المهدي وجود قاسم سليماني تزامن مع حراك مماثل لمسؤول ملف العراق في ميليشيا حزب الله لبنان محمد كوثراني للغاية ذاتها مقابل ذلك يشير مراقبون إلى أن هناك قلقا لدى بعض الشخصيات من تسلم المنصب في خضم الأزمة تخوفا من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع عادل عبد المهدي صحيفة التايمز البريطانية ترى أن خليفة عبد المهدي لن يكون قويا وفاعلا لأن الجهات الفاعلة في الملف العراقي تريد شخصا يحقق مصالحها فلا مكان لشخصية وطنية في نظام سياسي يعج بالفساد والعمالة والحزبية والطائفية الكتل السياسية تتحرك على وقع خطوات النظام الإيراني لكن الشعب العراقي خارج هذه اللعبة وهو مستمر في ثورة ما عادت نهايتها ترضى بغير نظام وطني يزيل الكابوس الجاثم على صدور العراقيين منذ أكثر من 16 عاما